زمان في جمهوريات اسمها جمهوريات الموز الجمهوريات اللي هي في بحر الكاريبي اللي قريبة من الساحل الامريكي الجمهوريات دي كانت بتبيع الباسبور او بتبيع الجنسية او بتبيع الاقامة دلوقتي في دول اوروبية بتبيع الجنسية اوروبا دخلت السباق انك تدفع رقم معين تشتري شقة تشتري بيت تشتري اي حاجة تعمل اي استثمار برقم محدد تاخد جنسية الدولة الاوروبية مثلا قبرص كانت زمان بتشتري عشان تاخد اقامة دائمة او جنسية انك تستثمر 10 مليون يورو خفضت قبرص الرقم الى 2.5 مليون يورو لرقم ربع الرقم الاولاني وتاخد جنسية قبرص دولة زي ملطة بتقول لا 1.5 مليون يورو فقط تشتري في ملطة اي حاجة بمليون ونصف او اي مطعم بمليون ونصف مليون يورو في الحال تاخد جنسية دولة ملطة وتصبح مواطن اوروبي دولة زي ايرلندا خفضت الرقم كان مليون يورو بقى نصف مليون يورو يعني متوسط الشواء في جاردن سيتي او الزمالك او على النيل اقل من الفلات في اكتوبر والتجمع الخامس اللي يشتري شقة في ايرلندا بنصف مليون يورو يبقى مواطن ايرلندي ومواطن اوروبي الرقم نزل من مليون يورو انك تاخد الجنسية بنصف مليون يورو فقط دولة زي البرتغال حطت ثلاث شروط تاخد الجنسية يسموها الجنسية الذهبية اللي هو انك انت تستسمر مليون يورو على خمس سنين 200 الف يورو في السنة او انك تشتري شقة بنصف مليون يورو او انك تعمل اي مصنع او محل او مطعم تشغل فيه عشرة من البرتغاليين في الحالة دي بتاخد جنسية دولة البرتغال دولة زي مكدونيا نسبة اكتر تاخد جنسية مكدونيا ب400 الف يورو فالمواطنة بقت للبيع والجنسية بقت للبيع والدول في اطار الازمة الاقتصادية الحادة اللي بتواجهها مستعدة انها تبقى جنسيتها والبيع المواطنة اللي عندها لاي حد معاه نصف مليون يورو او اكتر شوية او اقل شوية جنسيات اوروبية للبيع اشتركوا في القناة